ايه اللي يعني ايه تعال افكر مع بعض بصوت عايز لازم نبدأ من المدرسة ايوك لسه لازم نبدأ من المدرسة والجامعات كمان مهمة جدا الجامعات طبعا دي مرحلة بس انا بتكلم على انه حتى مش مش من الجامعات كمان ده انا من المدرسة من الولد وهو صغير من البنت وهي صغيرة تعرف قيمة الاسرة تعرف قيمة الاسرة تعرف انا من ضمن اهدافي في الحياة ان انا لما اجبر اكون اسره حلو ده ده في المدرسة انا بقى شايف ان كمان في الجامعة مهم جدا مهم جدا جدا يبقى فيه كده يعني مادة بتتكلم عن الحلال والحرام للشباب لازم يعني هما لازم احنا واخدنا بالفترة برضو ان هما صغيرين لا ده عيب ولا ده ما ينفعش ودي جرتك ودي زيوختك لكن لا الشباب برضو في سن الجامعة على وجه الخصوص لازم يفهموا ان العلاقات الحرام دي تجيب مشاكل وتجيب امراض وتجيب وجيب لا انت لازم تتجوز وبالحلال يعني لازم نسخر دماغهم كده جواز وحلال ودي زوجة وانت زوج وهتبقى يعني اعتقد ان احنا عزين نغذي بقى العقول تاني لازم لازم نرجع على الاصل لازم نرجع على الاصل انه الاصل في ان انا التعامل مع غريستي التعامل مع فطريتي ان انا يكون ليا شريك ومش مسموح ان انا يكون ليا حد تاني غير الشريك ده اللي هو ربنا المجتمع كل الناس عارفة ان ده الشريك تلاقي فيه وفيه فيه بنات تقول لك ايه اللي انا مش هتجوز انا هيكفى علي اولاد اختي انا بشوفهم بلعب معهم وبتاع انا بتخض اللي هو ولاد اختك مش ولادك يعني اولاد اختك يعني يا دوبك هتشوفهم تلعبي معهم كده فبرضو ازاي بيسخروا دماغهم اللي هو لا انا تماما عم كويس وعندي اولاد اخويا و ايه وفيه هو دي طبعا مرحلة بسيئة فيه برضو نقطة مهمة جدا في الادارة حتى اللي اسمها الانسان بطبعه بطبعه يكره جدا التغيير ويخاف جدا من التغيير فالجواز هو بيدخله في حتة انا والاخر والمستقبل غامل فده يعني اكبر حاجة او اكبر معضلة من معضلات التغيير ان انا خش في جواز لكن لو انا انسان اصلا فاهم انه الجواز ده دي مرحلة من مراحل الحياة اللي لابد ان انا امر بيها وبالعكس ده انك ما تمرش بيها ده نوع من الهروب غير المحمود يعني هروب مش لذيذ ومش حلو في حقه انا سعبا ردو ردو برضو يا احمد وقلها مثلا ايه وميلو اتجاوزوا لما مبسطيش اتطلق فتقولي يعني اتطلق يعني قلت اه يعني مدام هو دي الفوبيا اللي عندك اللي هو انا خايف اتجاوز عشان ما اتطلقش يا ستي اتطلق مش اخر الكون يعني يعني ما انبسطيش لقتي شخص بس ادرسيه الاول ولقتي فيه كل الحاجات الحلوة تمام يعني المعقولة المحترمة الكويسة ده نصيب يعني بعض اقنع كده ده نصيب بعد كده ما انبسطيش او حاجة حصلت في الحياة مش اخر الكون اتطلق لكن انت تعودي طول عمرك خايفة ان انت تتجاوزي لا اتطلق فالهو اكسر الخوف اه فالهو اكسر الخوف اتجاوزي اتجاوزي ممكن ما تتطلقيش اشتركوا في القناة